غرامات مرورية تفاجئ عددا من أصحاب المركبات في بوابة أوري الإلكترونية دون وصولات أو دليل ملموس بهذه العبارات اشتكى مواطنون من فرض غرامات مالية تصل إلى مليون دينار بسبب مخالفات سجلت على عجلاتهم دون وجودها في مكان المخالفة الوهمية مرارا وتكرارا تعاد المشكلة دون حل وفق وصفهم أكو مكانات مصرحة بالوقوف تدخل الدائرة أو تدخل في المكان وراء خلال نص ساعة تخلص شغلك تطلع تلقى الغرامة مخليك إياها على السيارة أو مثلا أنت تتحرك ووقوف مكان خطأ ما يجي ينطيك الغرامة بيدك مجرد ما تروح للمرور تلقى الغرامة قدامك يعني هاي مشكلة جاية الضاعف مثلا أنا لو أعرف بالغرامة أقدر أتفحها بالوقت اللي موجود نفسه بس المشكلة أنه تتأخر بالنتيجة الضاعف الغرامة عندي غرامات 540 واقف بالسيطرة هي سيطرة يعني شنو واقف بالسيطرة مديرية المرور العامة أوضحت أنها تعتمد التطبيقات الذكية لإعلام المواطنين بالمخالفات والغرامات المسجلة على مركباتهم لكن بعض السائقين أكدوا افتقار هذه التطبيقات للمعلومات المهمة أبرزها إضحوا تفاصيل المخالفة بالمكان والزمان وبدليل يضمن حق الطرفين عندنا العمل بمنصة الغرامة ومكان المواطن يستعلم عن الغرامات اللي عنده على عبر مواطن منصة أور أيضا إذا كان المواطن عنده أي اشكال فيما يخص الغرامات بإمكانه مراجعة مديرية المرور العامة أو مراكز الاعتراض في بغداد والمحافظات في بغداد الرصافة ومديرية مرور بغداد الكرخ وبقية المحافظات عندنا لجان الاعتراض على الغرامة وإمكانهم مراجعتهم يقدمون طلب اعتراض على الغرامة اللي موجودة عنده مشكلات عديدة يعاني منها السائقون المخالفات والغرامات غير الدقيقة أكثرها إشكالا المتضررون من أصحاب العجلات طالبوا وزارة الداخلية بإيجاد حلول ناجعة لهذا الملف الذي أرهق كثيرين أجبروا على دفع الغرامات رغم عدم وجود مخالفة قواعد السير والتعليمات المرورية سجا جاسم العراقية الإخبارية بغداد